مع استمرار العمليات العسكرية التركية على المناطق الجبلية التابعة لمحافظة دهوك تشهد هذه المناطق موجات من النزوح المستمر إذ أن أغلب الأهالي هجروا من منازلهم وقرىهم هربا من هذه الهجمات ناحية كانيماسي التابعة لقضاء العمادية شهدت نزوح أهالي ستة قرى كاملة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي للقوات التركية على مناطقهم بالنسبة لناحية كانيماسي 76 قرية 6 قرى مهجورة و14 قرية موسمية بالصيف يجون بالشتاء مدهي يجون بالنسبة لهذه القصف التركية هناك ضرر واسع بالمناطق الزراعية بالمواشي والأغنام مما أدى إلى الفلاحين هناك يعاقة بعدم زيارة إلى قرائهم لأنه هناك القصف اليومي بالمنطقة وبها خصائر كثيرة في المجالات الزراعة توغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية جعل هذه المناطق ساحة حرب وإن عمليات القصف المستمر خلف أضرارا مادية جسيمة في العديد من القرى مما تسبب بتتهور وضع الاقتصادي فيها إذا ما علمنا إن هذه القرى وهذه المناطق تعتبر من أهم المواقع السياحية في محافظة دهوك القوات التركية تحت هاي الجبل يعني أكو في ربايا مالهم يعني يمكن عشر كيلومترات داخل حدود العراقية موجود ربايا مالهم تقصفون هاي الجبل يعني يومية كل 24 ساعة هذا الجبل يقصف هذا الجبل يؤثر على قرية كيستا بالدرجة الأولى يؤثر على قرية تلكي نصارى يؤثر على قرية تلكي إسلام يؤثر على قرية هروري كل هذه القرى يعني يعني محاصرين الجو ما لهم يعني شردوا العوائل إلى المدن بسبب الفزع والخوف بهذه القصف والله القصف التركي مستمر ماكو أماني هنا بالقرية شوف مرات انت بالبيت وشوف صار القصف على هاي المناطق على القرية وشوف كل صار محروقة القصف الناس ما يقدر يعيش هنانا ما يقدر يعيش هنانا مرات لجوم خميس جمعة وعلى موت يبقون هنانا بالليل شوف صار قصف والناس كلها انهزم على دهوك والزاخو وتبقى عودة الأهالي إلى مناطقهم مرهونة بتوفير الأمان والسلام في تلك القرى وتوقف العملات العسكرية التي تتشنها القوات التركية على مناطقهم سرائيات العراقية الإخبارية دهوك ترجمة نانسي قنقر